قدم عدد من المحامين شكوى إلى المحكمة الاتحادية التي تعد أعلى هيئة قضائية في البلاد تتضمن طعنا بدستورية تنصيب محمد شيع السوداني وقال بيان للسلطة القضائية أن المحكمة ستنظر مطلع العام القادم في الشكوى المقدمة ضد السوداني لتقول كلمتها الفصلة فيما إذا كان تكلف السوداني جاء مطابق لبنود الدستور العراقي أو مخالفا له مختصون بالشان الدستوري يرجحون أن تكون كتلة سياسية هي التي دفعت هؤلاء المحامين إلى رفع الشكوى لإحراج السوداني وإفشال مشروع قوى الإطار المرتبطة بإيران التي اختارته وبحسب المراقبين فأن الدعوة تساند إلى حقيقة الكتلة الكبرى التي اختارت السوداني حيث يرون أن استقالة نواب التيار الصدري غير قانونية لأن رئيس مجلس النواب وافق عليها قبل مصادقة المحكمة الاتحادية بما يعني أن قوى الإطار لم تتمكن من تحقيق الكتلة الكبرى التي لها الحق الدستوري في اختيار رئيس الحكومة